إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد عثمان ورش فائق الأكران إمام أهل مصر في القرآن لما على الإمام نافع ختم عاد إلى بلاده حين أتم ثم لنفسه هناك اتخذ مقرأه فبث فيه ما أخذ وحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مقرأ ورش هذا البرنامج يأتيكم عبر كنات زاد أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير هذا البرنامج نتناول فيه أحكامري ويتورش أصولا وفرشا من خلال سورتي الكهف ومريم نسعد أحبتي بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم أحبة الكرام تكلمنا في حلقة الأمس عن مد البدل وذكرنا أن لورش في مد البدل ثلاثة أوجه هي القصر والتوسط والإشباع والقصر مشروط بأن لا يقع بعد حرف المد همز أو سكون فإن وقع بعد حرف المد همز أو سكون مد حرف المد مدًا مشبعًا عملا بأقوى السببين مثل ذلك نقول مثلا كلمة رأى هذه تمد بمقدار حركتين وأربع وست عند الوقف هكذا رأى 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 فإذا وصلناها ووقع بعدها همز كما في مثل قوله سبحانه رأى أيديهم فهنا وقع همز بعد حرف المد وصار المد منفصلا فالقصر والتوسط في البدل لا يؤخذ بهما عند الواصل وإنما يؤخذ بالإشباع وجهًا واحدًا لأن المنفصلة أقوى من البدل فلا نقول هذا مد بدل نمد بمقدار حركتين أو نمد بمقدار أربع بل نمده مدًا مشبعًا كذلك إذا كان بعد حرف المد ساكن كما في قوله سبحانه آمين البيت الحرام فآ وحدها مد بدل وآمين يعني حرف المد مع الساكن بعده الميم مد لازم كلمي مثقل فهنا يلغى قصر وتوسط البدل ويعمل باللازم الذي يمد بمقدار ست حركات فاللازم أقوى من البدل ولهذا قال شيخنا رحمه الله أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذنفصال فبدل ولم يسعفنا وقت الحلقة الماضية للحديث عن مد اللين المهموز وسنشرحه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أيها المشاهد الكريم ذكرت في حلقة سابقة أن حرفي اللين هما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما كما في مثل قوله سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الياء في كلمة البيت تسمى بحرف لين وكذلك وآمنهم من خوف الواو تسمى بحرف لين فإن وقع بعد الياء اللينية أو بعد الواو اللينية همز في كلمتها فورش يقرأ في حرف اللين بوجهين هما التوسط بمقدار أربع حركات وهو المقدم والإشباع بمقدار ست حركات كما نقرأ مثلا ولم تظلم منه شيئا في سورة الكهف قرأناها في حلقات سابقة وكذلك أيضا في مثل قوله سوءة فورش يقرأ بالتوسط والإشباع في حرف اللين شريطة أن يتصل الهمز بحرف اللين في نفس الكلمة ولهذا قال الناظم إن تسكن لي بين فتح وهمزة وإن تسكن لي حرف اللين بين فتح أي قبلها وهمزة بعدها وإن تسكن لي بين فتح وهمزة بكلمة الشرط أن يكون ذلك في كلمة أواو فوجهان جملة وإن تسكن لي بين فتح وهمزة بكلمة أواو فوجهان جملة الوجهان هما التوسط والإشباع كما ذكرنا فإن لم يقع بعد حرف اللين همز في حالة الوقف في حالة الوقف فإن حرف اللين يمد بمقدار حركتين وبمقدار أربع وبمقدار ست كما ذكرنا في خوف وبيت وذلك لعروض السكون وذلك لجميع القراء لا لورش وحده وإنما للجميع يعني نقف على مثل البيت وخوف بحركتين وبأربع وبست بعض أهل الأداء استثنى من المد في اللين كلمة سوآت المجموعة يعني التي بألف وتاء سوآت التي وردت في سورة الأعراف وسورة طاهم ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما كلمة سوآت اختلف فيها أهل الأداء منهم من قرأها بالقصر والتوسط يعني بمقدار أربع حركات ومنهم من قصرها وجها واحدا ولا إشباع فيها لأحد ممن روى مد اللين عن ورش لأن روات الإشباع في اللين في مثل شيء وسوآه قرأوا هذه الكلمة بالتوسط ففيها خلاف بين القصر يعني قصر الواو والتوسط بمقدار أربع حركات والقصر معناه عدم المد بالكلية يعني أقول سوآت سوآة لا أمد بمقدار حركتين وأقول سوآت كما هو معروف وإنما عدم المد بالكلية كما أنطق بالواو من مثل قول سبحانه من فوقهم أقول سوآتهما مثلا إذن واو سوآت فيها القصر ومعناه عدم المد بالكلية وفيها التوسط بمقدار أربع حركات فإذا ركبنا هذين الوجهين في الواو مع البدل بعدها وهو سوآتهما آتيهما 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 هذا بدل فيه القصر والتوسط والإشباع كما أخذنا فإذا ركبنا وجهي الواو مع تثليث البدل كانت الأوجه تسعة كانت الأوجه ستة كانت الأوجه ستة وهي قصر الواو مع تثليث البدل وتوسط الواو مع تثليث البدل هذه ستة المقروء بها عندنا في المشرق أربعة المقروء به من هذه الأوجه الستة المقروء به منها أربعة وهي قصر الواو مع تثليث البدل يعني أقول سوآتهما ثم توسط الواو والبدل هذا هو المقروء به عندنا في المشرق نظم ذلك العلامة ابن الجزري رحمه الله فقال وسوآت قصر الواو والهمزة ثلثا ووسطهما فالكل أربعة فدري وعند أهل المغرب يقرؤون بتثليث الواو أي بقصرها وتوسطها وإشباعها مع تثليث البدل هذه الثلاثة التي في الواو تضرب في ثلاثة البدل فتكون تسعة أوجه هذه الأوجه مقروء بها في العشر الصغير وبذلك قرأنا للأزرق عن ورش من هذا الطريق أما عندنا في المشرق فنقرأ بأربعة أوجه فقط على ما حرره الإمام ابن الجزري رحمه الله إذن هذه الكلمة فيها خلاف في مد الواوي وقصرها وهذا الوجهان يأتيان مع أوجه البدل الواو مع تثليث البدل القصر في الواو مع التثليث والتوسط مع التوسط واستثنى أهل الأداء لورش من طريق الأزرق كلمتين من هذا الباب من غير خلاف هما كلمة موئلة في سورة الكهف لن يجد من دونه موئلة هنا الواو ساكنة قبلها مفتوح وبعدها همز في كلمتها فلا توسط ولا تطول بالنسبة للأزرق عن ورش وكذلك الكلمة الثانية وإذا الموؤودة سئلت الواو في الموؤودة أيضا استثنى أهل الأداء توسط وإشباع الواو في هذه الكلمة من غير خلاف عن أحد منهم أما البدل بعدها فيأتي كما هو معروف يعني التثليث في الموؤودة 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 يأتي لا خلاف في ذلك وإنما المنع هو في مد وتوسط الواو في كلمة الموؤودة ولعل سائلا يقول لماذا لم يمد ورش في موئلة والموؤودة يعني في الواو مع أنهما من هذا الباب نقول الأصل هو اتباع الأثر يعني اتباع الرواية هكذا أخذ عن شيخه نافع رحمهما الله تعالى ثم إن العلماء يتلمسون بعض العلال فقالوا موئلة من وآلة يعني الواو متحركة مفتوحة وكذلك الموؤودة من وآدة فالواو متحركة مفتوحة في الكلمتين وليست ساكنة في الأصل أما كلمة سوآت فجرى فيها الخلاف جرى فيها الخلاف جرى فيها المد اعتبارا لللفظ يعني الواو ساكنة قبلها مفتوح وبعدها همزة فتمد تردا للباب ومن منع فيها المد فنظر إلى تقدير الحركة لأن كلمة سوآت مفردها سوآت سوآت مفردها سوآت بزنة فعلة وفعلة تجمع على فعلات يعني بفتح العين أقول مثلا تمره تمرات ركعة ركعات فسوآت ثم سكنوا الواو فمن أخذ فيها بعدم المد نظر إلى تقدير الحركة وأن الواو متحركة مفتوحة ونستكمل فقرات هذه الحلقة بعد هذا الفاصل فابقوا معنا القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده فإنه سبيل الهداية والاستقامة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا هناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشأ بكتاب الله تعالى منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوء التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم أهدي ولدك مصحفا فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده لكن ربما يكون منافسا قوية وحافظا متقنة إذا كان الأمر في شكل جماعي خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والده حلتان لا تقوم لهم الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذي ولدكم القرآن زاد التلاوة يا له من زادي ري زلال للمريد الصادي يتعلم التالي به حسن الأداء لكتاب رب العالمين الهادي فيه المعارف جمة ونفيسة هي خير ما يلفى من الأزوادي حياكم الله أحبتي بعد الفاصل والآن عندنا فقرة التلاوة وسنتلو إن شاء الله تعالى من الآية التاسعة والسبعين من سورة الكاف فنفتح مصاحفنا ونلاحظ الفروق الأدائية بين رواية ورش وبين غيره من الروايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مومنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا 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 فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم أحبة الكرام معنا في تلاوة اليوم بعض الكلمات الفرشية عندنا كلمات أي يبدلهما بتشديد اللام بتشديد الدال يبدلهما هكذا أيضا عندنا فاتبع بوصل الهمزة فاتبع سببا وأيضا ثم اتبع وإذا ابتدأنا بكلمة اتبع التي بعد ثم وهذا يعني يكون للاختبار نقول اتبع بكسر الهمزة أيضا عندنا كلمة نكرى كلمة نكرى تكرى بضم الكاف نكرى هكذا أيضا كلمة فله جزاء الحسنى يعني من غير تنوين جزاء بالرافع من غير تنوين فله جزاء الحسنى أيضا مما قرأت قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا هنا في هذا المقطع اجتمع مد البدل وآتيناه مع مدلين شيء الذي تكلمنا عنه في هذه الحلقة وعند اجتماع البدل مع اللين تأتي أربعة أوجه هي قصر البدل وآتيناه من كل شيء مع توسط اللين ثم توسط البدل واللين معنى وآتيناه من كل شيء ثم مد البدل مع وجه شيء يعني مع التوسط والطول أقول وآتيناه من كل شيء بالتوسط وبالإشباع من كل شيء هكذا هذا هو المقرؤ به عندنا في المشرق وفي العشر الصغير الأوجه إطلاقية بمعنى تأتي ثلاثة البدل مع وجه شيء فتكون الأوجه ستة فتكون الأوجه ستة وبذلك قرأنا أيضا والآن مع فقرة المشاركة والاتصالات معنا مازن اتصال من مازن نسمع مازن السلام ورحمة الله تفضل يا مازن أعوذ بالله من الشيطان الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يوهقهما تقيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منهم سكاة وأقرب رحمة وأقرب يا مازن وأقرب الرحيم عليها وأقرب رحمة نعم وأما الجدار فكان لغلام من يتي مني في المدينة وكان تحته كنزا لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبواهما صالحا وكان أبوهما أبوهما صالحا طالحا فأردنا فأراد ربك أن يبلغ جدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من وابك وما فعلتها عن أمري وما فعلتها ها انظر في المصحف وما وما فعلتها عن أمري فعلتها ما فعلتها عن أمري لا إلهاء عليها ضمة وما فعلته هو وما فعلته عن أمري ذلك تأولي لما لم تستع عليه صبر بارك الله فيك بارك الله فيك يا مازل معنا اتصال من يوسف اتصال عبر الزر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقرأ لي من أول ويسألونك عن ذي القرنين أعوذ بالله من الشيقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بل مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما وإما أن تتخذ فيهم حسنا بارك الله فيك بارك الله فيك يوسف يعني عندما الحوظة لا تتنفس وأنت تقرأ إذا ضاق النفس فأقف في أي مكان لكن لا تتنفس وأنت تقرأ طيب نسمع رشيد رشيد مشاركة من الواتس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا طيب نكتفي بهذا القدر بالنسبة للرشيد معنا اتصال حسين حسين من السعودية نعم فضل يا حسين ويسألونك عن ذي القرنين أعوذ بالله من الشيء ويسألونك عن ذي القرنين سأسلو عليكم منه ذكرى نعم إِنَّا مَتَّنَّا لَهُ بِالْأَرْضِ وَآتِيْنَا طيب الأخي حسين يعني يسمع نفسه طيب بالنسبة لأخي رشيد يعني هو المعروف أن القوي يؤثر في الضعيف يعني الحرف القوي يؤثر في الحرف الضعيف لكن الحرف الضعيف يؤثر في الحرف القوي هذه يعني غريبة بعض الشيء يعني عندنا قوله تعالى خيرا أنت رككت الراء فرككت الخاء معها قلت خيرا لا الخاء مفخمة كل خاء مفتوحة في القرآن مفخمة أقول خاء ثم أنتقل ليأو الراء خيرا راء هكذا وما فعلته عن أمر سكن للميم تماما عن أمر الميم لا تقلقل نعم بالنسبة للحسين عندنا كلمة ذكرا كلمة ذكرا ذكرنا أن فيها الخلاف يعني فيها التفخيم وهو المقدم والترقيق ولا يخص هذا ذكرا وإنما يخص ذكرا وغيرها ما يعرف بباب ذكرا كما قال النظم وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمروا أرحلا باب ذكرا عبارة عن ست كلمات كلمة ذكرا وكذلك كلمة سترا وكلمة إمرا وكلمة وزرا وكلمة حجرا وكلمة صهرا هذه ست كلمات معروفة بباب ذكرا جمعها الميهي الكبير رحمه الله فقال ذكرا وسترا ثم وزرا حجرا إمرا وصهرا ليس منها سرا يعني كلمة سرا ليست من هذا الباب هذه الكلمات فيها التفخيم والترقيق والتفخيم هو المقدم في الأداء نأخذ مشاركة من يوسف من الجزائر مشاركة من الواتس نسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله سأقرأ عليكم برواية صبرا وبينك سأنبئك بتاوي لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنعيبها فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب وأقرب رحما نكتفي بهذا القدر يا يوسف في قوله سبحانه فأردنا أن هنا مد منفصل كما تعلم يعني لعله سقط منك سهوا فأردنا أن يعني اشبع المد معنا جنة اتصال من جنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم وأما الجدار يا جنة وأما الجدار وأما الجدار فكان وأما الجدار فكان لغلام يثم في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما طالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أجدهما ويستخرج كنز هما رحمة من ربك وما فعلته عن لي ذلك تاويل ما لم تسو عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كن سأكل عليكم منه بسرا منه بئبا أحسنتي أحسنتي ما شاء الله نعم معنا أيضا مشاركة مشاركة من عثمان نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأردنا فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشد هما ويستخرج كنز هما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسضع عليه صدرا بورك تاخي عثمان بارك الله فيك يعني حاول تفخم الطاء قليلا الطاء يعني وإن كانت مكسورة فهي مفخمة تس طيع أيضا معنا اتصال معنا اتصال ولا مشاركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك يتاويل ما لم تصطع عليه صبرا طيب نكتفي بهذا القادر بالنسبة لهذه التلاوة يعني يرهقهما الراء مفخمة ساكنة بعد مفتوح فالراء مفخمة ير هكذا أيضا الفاء ليست من حروف القلقلة وكف ساكن الفاء تماما وكذلك في من ربك الكاف أيضا ليست من حروف القلقلة صح الكاف فيها شدة وهمس لكن لا تقلقل الكاف لا تقلقل وكان تحته أشبعت فتحة النون وكان تحته هذا خطأ لأنه صار في ألف بعد النون وكان تحته وكان تحته أيضا حافظ لي على تفخيم الغين الغين المفتوحة مفخمة يبلغ ولا سيما أن بعدها الألف يعني هذا في المرتبة الأولى هي بلغة هكذا معنى عبد الله من السعودية تفضلي عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الغبيب ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قلت أسلو عليكم منه ذكرا إنما متشنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا تتبع سببا حتى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن نتخذ فيهم حسنا نتخذ بالنون أم بالتاء نتخذ أو لا تتخذ نتخذ بالتاء أنت معنا من بداية الحلقة طيب يعني اذكر للأوجه هنا فيه وآتيناه من كل شيء سببا الأوجه الجائزة بين البدل واللين وآتيناه من كل شيء سببا يعني الأوجه الجائزة ما هي قف في آتينا نعم مع التوصف في شيء نعم وتوصف آتينا نعم مع التوصف في شيء نعم وإشباع آتينا مع التوصف وإشباع في شيء أحسنت أحسنت بارك الله فيك ممتاز بارك الله فيك أيضا معنا مشاركة أخرى قل سأتلو عليكم منه ذكرا إِنَّا مَنَّا مَكَّنَّا لَهُ في أَنَّا مَنْيَبْ رَوَوْمِدَوْمَاسِمْ لِسَتْرِوَيْنِيَا إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا طيب نعلق على هذه التلاوة بعد هذا الاتصال من شهد تفضلي يا شهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرصت أنا عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أدواهم مني فقطينا أن يؤفقهما فقطينا أن يؤفقهما قولانا وكفرا فأردنا أن تبع أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رسما وأنت الجدار فكان لغلامية من في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أن يبدهما ويستخرج كنزهما رحمة من صبك وما فعلته عندي ذلك تاويل ما لم تفضع عليه صبرا مرة أخرى ذلك تاويل لا ركك العين ذلك بارك الله فيك بارك الله فيك حسنت معنا اتصال من محمد اتصال عبر الزوم اتصال عبر الزوم محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته تفضل من أي من قوله سبحانه وأما الغلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأوين ما لم تستع عليه صبرا طيب بارك الله فيك أحسنت بارك الله فيك اسمع التعليق طوغ طوغيانا فخيم للطاق أيضا يبلغ الباء مقلقلة ويستخرج الخام مفخمة بالنسبة للتلاوة تلاوة رشيد قبل اتصال شهد وجدها الجيم حرف شديد انتبه على الجيم أيضا من ظلم غلظ اللام أيضا من أمرنا سكن الميم تماما لم نجعل الميم ليست من حرف القلقلة الميم سكنها تماما وأحبة الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم أذكركم بمقرر حلقة الغد والذي سيكون من الآية التاسعة والثمانين إلى الآية الثامنة والتسعين من سورة الكهف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا جميعا إنه جواد كريم وأن يمنى بجمع الشمل وأن يغفر ذنوبنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير أشكركم أحبة في ختام هذه الحلقة والشكر موصول إلى فريق العمل الذي عمل معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أن يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور